إذن مشاهدين بدايتنا من حالة الطقس طقس ربيعي معتدل نبدأ به هذا الأسبوع ومنخفض خماسيني غدا الأثنين إذن الأجواء حتكون معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم في ارتفاعات مختلفة وبتكون الرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ولا سيما في مناطق البادية طبعا بحسب تقارير إدارة الأرصاد الجوية المملكة حتتأثر يوم غدا الأثنين بمنخفض خماسيني وحيطرق ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وحتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا العام لهذا الوقت من العام وحتكون الأجواء جافة مغبرة حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة الثلاثاء حيطرق انخفاض قليل على درجات الحرارة قياسا بيوم الاثنين وحتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق لكنها حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت الأربعاء أيضا ارتفاع قليل على درجات الحرارة وحتكون الأجواء معتدلة وبتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 19-25 في عمان وغرب عمان بين 17-23 في المرتفعات بين 17-21 ويعني في البحر الميت بين 26-34 في العقبة بين 27-36 يعني بدنا ننتبه الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع فبالتالي يمكن هاي الدرجات الحرارة واختلافها بيخلل بعض عرضة للأمراض أو إنه خاصة الناس اللي بتخفف ملابس وبترد بتقل وبترد والأطفال بشكل خاص فبدنا ننتبه إحنا في طقس لازلنا متقلب إذن مشاهدينا هذا حول أحوال الطقس بدنا نروح لفتوى لدائرة الإفتاء الأردنية هالفتوى مشاهدينا حول بيع المواد منتهية الصلاحية وحرمة ذلك إذن أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية حكم بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية مشيرة إلى حرمة بيعها لأنه الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين وتجنب ما يؤذيهم طبعا بيّنت دائرة الإفتاء عبر منشور لها على الفيسبوك على صفحتها وبيّنت إن الإسلام حث على أخذ كل ما هو طيب من الطعام والشراب لما فيه من قوام الحياة وديممتها وأيضا نهى عن استبداله بما هو محرم في النفقة والتجارة وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وجاء في تفسير ابن كثير أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه إذن ومن القواعد في الشريعة الإسلامية أنه رفع الضرر عن المكلفين لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر سواء كان ضررا صحيا أو ماديا مما يؤثر على حياة الناس وصحتهم ومن ذلك منعوا بيع المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية إذن التاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد الغذائية ويحرم عليه بالتأكيد بيعها يعني الفتوى طويلة جدا وفيها تفاصيل لكن إحنا اللي بهمنا أنه يعرفوا التجار ومش بس التجار والله أحيانا كتير في ناس لما بدها تتبرع أو لما بدها تنفق أو لما بدها تتصدق بتطلع من الأشياء اللي هي يعني ممكن تكون إما شارفت على إنها تكون فاسدة أو إنها منتهية الصلاحية وشاكين في أمرها فبروحوا بيعطوها للفقراء والمحتجين والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أحب شيء إليك أنفق منه حتى تنال البر وتنال الأجر كامل إذن هذا حول فتوى دائرة الإفتاء وحرمة بيع المواد منتهية الصلاحية أو الفاسدة كثيرا طبعا مشاهدينا ما نسمع حول إنه قاموا بإطلاف مواد كذا أو قاموا بإطلاف مواد غذائية معينة نتيجة إنها خربانة أو منتهية الصلاحية أو داخل في تكوينها أمور مؤذية فبالتالي مما يحرم على المسلم أن يقوم به مثل هذه السلوكيات طيب مشاهدينا بدنا نروح للتدخين اللي هو داء العصر وعننا الأردن للأسف من الدول الأولى عالميا في التدخين والأولى عربيا بلا منازع الأردن في نسبة المدخنين وعدد المدخنين إذن رئيس أو مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور يصرح بأن التدخين يسبب 16 نوع من السرطان طبعا منصور قال أن الجهات المعنية في الأردن فشلت في تطبيق قانون الصحة العامة ونقله من الأدراج إلى التطبيق عمليا على أرض الواقع أضاف الدكتور عاصم منصور أن العديد من الأماكن العامة لا زالت حتى الآن لا تتوفر فيها أماكن مخصصة للمدخنين وهذا ينعكس سلبا على جميع المواطنين والقانون يكفل على أقل تقدير حماية غير المدخن من أضرار التدخين طبعا قدر حجم الإنفاق مشاهدينا الدكتور منصور على علاج مرضى السرطان في الأردن بين 400 إلى 450 مليون دينار سنويا وهي التكلفة الظاهرة للعيان وبينما هناك تكلفة غير ظاهرة تفوق المليار دينار سنويا على مرضى السرطان مش بس المتسبب عن أو اللي بيكون سببه التدخين السرطان بكل أنواعه فبالتالي بدنا يعني الناشد كل حد بدخن أو عنده حد بدخن إنه يعني الإنسان نفسه رب العالمين كرمها وهي من المصالح المرسلة إنه الحفاظ على النفس وعدم يعني أن نودي بها إلى التهلكة فبالتالي الدخان إذا لم يهلك أو يميت ممكن يتسبب بأمراض كثيرة وضعف عام وبالتالي ما بعرفيني حتى ممكن يؤذي أفراد الأسرة اللي موجودين فيعني هذا الشيء فعلا حرام وزي ما حرموا المواد المنتهية الصلاحية أنا أعتقد كمان إنه في فتوى بحرمة التدخين إذن مشاهدين الله يعافينا ويعفي عنا وعنكم وعن المدخنين ويشفي المرضى مرضى المسلمين إذن مشاهدين هذا حول التدخين وإنه بسبب 16 نوع من أنواع السرطان مختارتنا التالية أيضا مختارة بدنا نروح لشيء غريب مشاهدينا وخبر هيك لفتني فقلت يعني ناخده من مختاراتنا لليوم حول قلم سري يخلق بلبلة لطالبة سورية جامعية قدمت امتحان في هالقلم القلم هذا مشاهدينا قلم سري يعني بعد فترة بتختفي الكتابة فهي يا حرم ما بتعرف وراح تقدمت الامتحان شاري الألم هي من السعودية وراح تقدمت هالامتحان فيه ولما إجوا بدهم يصلحوا الورقة ما لقوا إشي مكتوب فيها خلينا نقرأ التفاصيل إذن تكشفت حقيقة اعتراض طالبة سورية في طب الأسنان بجامعة الشم بعد حصولها على صفر في الامتحان لأنها كتبت بقلم الحبر السري الذي يختفي في ظروف معينة بعد الكتابة اعترضت الطالبة على نتيجتها في مادة الجراحة الجراحة الصغرى مؤكدة أنها أجابت عن جميع الأسئلة بشكل صحيح وأنه لا توجد بحقها أي عقوبة أو انذار امتحان يستدعي هذه النتيجة التي أصابتها بالصدمة والهلع طبعا بدورها أكدت مديرة شؤون الطلاب في الجامعة استغرابها الشديد خصوصا وأن الطالبة تصنف من الطلبة المتفوقين وهي على مشارف التخرج ويستحيل حصولها على مثل هذه النتيجة من جهته قام رئيس الجامعة بتحري ورقة الطالبة الامتحانية ليتبين أنها بيضاء ناصعة سوى من أسئلة المادة وعند عرضها على الطالبة أصابها الذهول وأقسمت بأنها أجابت عن كل الأسئلة وبأن ورقتها وحتى الاسم ما كان موجود عند الرجوع إلى كاميرات المراقبة في قاعة الامتحان تبين أنها كانت مندمجة بالكتابة في ورقتها وفعلا أجابت عن الأسئلة ومما زاد في تعقيد المسألة وعندما سألها رئيس الجامعة عن القلم الذي كتبت به وضحت أنه قلم عادي جاءت به الطالبة من السعودية شاريتو وعند تدقيق به وبخطه ولونه لفت نظره ملاحظة مكتوبة باللغة الإنجليزية بعدم استخدام القلم للأوراق الرسمية والعقود وأن حبره يختفي ويعود إذا وضع فيه براد في التلاجة في درجة حرارة تحت سالب عشرة طبعا تم وضع الورقة في التلاجة وعندها ظهرت الكتابة وإجابات الطالبة وظهر صدق الطالبة وجهلها بنوعيتها القلم العجيب ووضعت كما قلنا الورقة في براد الجامعة وتم إظهار الإجابات والله الحمد يعني قصة غريبة عجيبة فانتبهوا لتروحوا تشتروا أقلام بعدين من هالنوعية ويروح تعبكم الحمد لله أنه انتبهوا للملاحظة المكتوبة على القلم وعرفوا أنه يعني هالقلم في حبر سري مشاهدينا عبدنا نروح لمختارتنا الأخيرة لليوم وهي حول جلد الدجاج البعض بيحكي أنه الجلد مفيد جدا وبيطبخ الجاجة بجلدها والبعض لا بيشيل الجلد وبيطبخها بدون وفي ناسة ما بتشتري الدجاج جاهز أو بتطبخه بجلده بتاكل الجلد فهل جلد الدجاج مفيد ولا ضار خلينا من خلال هالعرض مشاهدينا نعرف مضار جلد الدجاج وبعدين نحكي شوي أنه في دراساتي بتحكي لا أنه في فائدة ولو كانت قليلة نوعا ما خلينا نتابع هالعرض مع بعض موسيقى 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 طبعاً مشاهدين هاي يعني عدد من المضار اللي ممكن تعود على اللي بيتناولوا جلد الدجاج لكن بالتأكيد فيه دراسات كمان مهمة جداً بتحكي إنه هو من الدهون الحيوانية اللي مفيدة للجسم واللي بتكون فيها الدهون يمكن أنا مش أخصائي التغذية لكن بناء على ما قرأت إنه سبحان الله كل شيء إحنا بنتناوله فيه مضار وفيه فوائد لكن بدنا نشوف شو الأكتر أو شو اللي نغلبه فبالتالي هو ليس ضار بالكلية إنما فيه بعض الفوائد وفيه دهون مفيدة للجسم فبالتالي يعني لا نكتر منه ولا إنه يعني نطبخ الطبخة بدون الجلد لكن ما نتناوله يمكن بشكل مباشر حتى ما نتعرض لهاي الأضرار اللي تم عرضها من خلال هالعرض اللي تابعناه مع بعض إذن مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهاية أولى محطاتنا وما اخترناه لكم بدنا نروح لأخصائية التغذية العلاجية ريم الصعوب واللي هتحكي لنا عن الأغذية الصحية المناسبة لفصل الصيف فمتابعة طيبة اشتركوا في القناة